بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة واجبات الزوج تجاه زوجته الحقيقة هذا موضوع مهم يغفل عنه الكثيرون كثير من المشاكل تحدث بسبب عدم إدراك ما ينبغي على الزوج أن يقوم به هناك إجراءات بسيطة جدا يقوم بها الإنسان في بيته بسببها تخيم على بيته السعادة وكثير من الناس يجهل هذه الأشياء معظم الناس يظن أن الدنيا عبارة عن مال وأن الزوجة عبارة عن أداة في البيت يجب عليها أن تطيع وليس لها أي حقوق وأن الزوج هو يعني الرب البيت الأعلى وأنه يجب أن يسيطر على كل شيء ويتحكم هذا كله غلط أيها الأحبة أنا سأخذكم للنبي عليه الصلاة والسلام هل ألزم نفسه بواجبات تجاه أزواجه؟ نعم أول شيء النبي لم يضرب امرأة قط موضوع الضرب أيها الأحبة فيه إهانة كبيرة للمرأة والإسلام لم يأمر بضرب المرأة على عكس ما يقول هؤلاء المشككون أن الإسلام أمر بضرب المرأة؟ إذن لماذا النبي لم يطبق هذا الأمر؟ سؤال ليس لدينا ولا حديث ولا رواية صحيحة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب إحدى نسائه أبداً مع العالم أن حياة النبي كان فيها بعض المشاكل الزوجية اليومية كانت تحدث والقرآن أنبأنا بذلك ولكن النبي لم يضرب امرأة قط لذلك كل مشكك يقول لك إن الإسلام أمر بضرب المرأة هذا كذب لأن الإسلام لو أمر بذلك لطبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة الحالة الوحيدة التي يحق للزوج استخدام الضرب التأديبي تأديبي وليس ضرب إهانة وذل ما معنى التأديب تماماً أنت عندما ترى ابنك يريد أن يدخل في كارثة يمكن أن تستخدم الضرب الخفيف لتؤدبه وتمنعه من أن يورد نفسه في شيء أكبر لذلك هنا القرآن أخبرنا عن نوع من النساء والتي تخافون نشوزهن امرأة متسلطة تريد أن تخرج خارج البيت تماماً خارج المألوف تريد أن تهمل زوجها تماماً تهمل بيتها وأولادها تنشوز تمشي على مزاجها وتصل إلى الطلاق يعني امرأة تريد أن تخرب بيتها بيدها هذا هو معنى والتي تخافون نشوزهن لم يقل اضربوهن قال فاعظوهن والموعظة يمكن أن تجلس سنوات وأنت تنصح وتقدم الموعظة تلوى الموعظة والنصيحة تلوى النصيحة لم تفلح كل النصائح لم تفلح ما هو الإجراء الثاني وهجروهن في المضاجع ليقول لك لم يقل وهجروهن قال في المضاجع ليقول لك إن الهجران هنا ليس بمعنى الهجران أن تتركها وتذهب كما يفعل بعض الأزواج يترك بيتها هو يسافر إلى بلد أخر لا يا أخي لماذا قال في المضاجع ليقول لك الهجران هو أن تترك العملية الجنسية أو الجماع لفترة كنوى من التأديب لك ولها لتشعر أولا أنت بحاجتك لها وهي تشعر بحاجتها لك بعض الناس يقول وهجروهن يسافر خارج هذا غلط طيب كل هذه الوسائل لم تجدي نفعا أصبحت أمام أمرين إما أن تطلق وينهار البيت وتنهار حياتك الزوجية أو تعيش على هذا الوضع الذي فيه خلل قال لك آخر إجراء واضربوهن ضربا على أمل أن ترجع وليس ضرب إهانة يعني الزوج فهم هذه الآية خطأا بعض الأزواج أنا من حقي أن أضرب لا ليس من حقك أي كلمة تنطق بها الزوجة يضربها أي خطأ ترتكبه يضربه هذا حرم أنت ترتكب محرما أنت تعص الله ورسوله وتخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب هذا أخي الحبيب هو مرحلة متأخرة جدا يعني كما يقال آخر الطب الكي عندما تذهب للطبيب فورا يقول لك أنا سأستخدم مشرة الجراح سأقطع مثلا يدك لا يعطيك الأدوية ويحاول والأشعة وكذا وكذا وربما سنوات تجلس آخر شيء يقول لك لابد من العملية الجراحية لابد من قطع هذه اليد أو القدم أو كذا إذن القرآن استخدم وسيلة علمية للحفاظ على البيت بدأ بالموعظة طيب هل أنت وعظت زوجتك إذا أخطأت هل أنت صبرت على الموعظة إذن أخي الحبيب يجب أن تعلم أن ضرب الزوجة ليس من حقك إلا في حالة واحدة كما قلت لك كإجراء نهائي بعد أن تكون تطورت الأمور وحدثت مشاكل كثيرة وأصبحت في مواجهة الطلاق الضرب الخفيف قد يفيد هنا فيه نوع من الإذلال ونوع من الإحساس لهذه المرأة أن هذا الرجل سيتركني لا محالة ربما تراجع نفسها وتعود وليس ضرب إهانة وليس ضرب لي أن تذلها هو إذلال بمعنى أنها ستصبح ذليلة إذا تركتك ستتراكم عليها المصائب خارج بيتك يجب أن تشعر أن هذا الزوج يؤمن الحماية لها وغياب هذا الزوج فيه ذلها طبعا هذا هو هدف الضرب وضرب خفيف وتتجنب الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب على الوجه والضرب الخفيف هذا ليس فيه شيء أيها الأحبة كإجراء نهائي إذن يجب عليك أيها الزوج ألا تضرب زوجتك تجنب هذا الموضوع هذا أحد أهم الواجبات حقيقة الضرب يعني متعب جداً في الحياة الزوجية يجب أن تلغيه من حياتك الشيء الثاني يجب أن تكرم هذه الزوجة ما معنى تكرمها النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله لزوجته وأولاده وأنا خيركم لأهلي إكرام الزوجة هو عز للرجل أيها الأحبة ومهما أنكرت هذه الزوجة ومهما فعلت أكرمها وبالغ في إكرامها وانظر النتيجة كيف ستكون يا أخي أنت إذا أكرمت قط قطة صغيرة لا تتركك فكيف إذا أكرمت إنسانة تقول لا إله إلا الله هذا واجب على كل زوج أن يكرم زوجته وطرق الإكرام كثيرة جدا أولها أن تكرمها بالكلام أن تكرمها بقضاء حوائجها أن تكرمها بكل ما تستطيع من مال من متاع إكرام بكل المستويات الشيء الثالث أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى استوصوا لماذا لم يقل للنساء استوصينا برجالكم خيرا لماذا وضع هذا الحمل على الرجل وليس على المرأة هذا فيه عبرة لأنك أنت القائد أنت الذي يجب أن تقود هذا البيت باتجاه بر الأمان تماما مثل سفينة البيت هو السفينة أيها الأحبة البحر الآن منظر جميل يوم ورائي تخيل نفسك أنك تعوم على بحر بيتك هو السفينة أنت من تقود هذه السفينة والركاب معك تصور لو أن قبطان السفينة كل يوم يصنع مشكلة مع الآخرين ستغرق السفينة في النهاية يجب أن تقود هذه السفينة برفق وهدوء وتكون حليما صبورا تستوصي بها خيرا المرأة مختلفة تماما عن الرجل أخي الحبيب هذه نقطة يجب أن تفهمها المرأة ليست ذكرا الله تعالى يقول وليس الذكرك الأنثى يجب أن تعلم أن الله خلق المرأة بخصائص خاصة بها طريقة عمل الدماغ تختلف قلبها ينبط بطريقة مختلفة حجم الدماغ والقلب مختلف مخاوف المرأة غير مخاوف الرجل قناعات المرأة غير قناعات الرجل ما تراه المرأة غير ما يراه الرجل طريقة تفكير المرأة غير الرجل طريقة معالجة المعلومات في دماغ المرأة تختلف عن الرجل اختلافات كثيرة وليس الذكرك الأنثى لذلك أخي الحبيب هنا يجب أن تعلم أن هذه المرأة خلقت من ضلع أي هي ضعيفة ومصممة بطريقة خاصة الله صنعها بطريقة خاصة تناسب قدرتها على حل المشاكل قدرتها على الحمل وتحمل أعباء الولادة قدرتها على تحمل الإرضاع تربية الأطفال أعمال المنزل لذلك المرأة مختلفة تماماً عن الرجل فهذه المرأة هي أمانة في عنقك ستسأل عنها يوم القيامة الشيء الآخر أخي الحبيب القرآن ماذا قال لك يجب أن تتذكر هذه الآية كواجب من واجباتك تجاه هذه الزوجة الله عز وجل لم يخاطب النساء خاطب الرجال قال وعاشروهن بالمعروف في القرآن لا توجد آية تأمر النساء أن يعاشرن الرجال بالمعروف لا الرجل هو المسؤول المسؤولية عليك أيها الرجل الرجال قوامون على النساء لا يعني قوامون أنه يضربها قوامون يعني هو المسؤول عن خدمتها مسؤول عن حمايتها يقوم على شؤونها ما معنى الحي القيوم القيوم هو الذي يقوم على شؤون عباده ويحفظهم ويؤمن لهم الرزق ويؤمن لهم الحفظ ويؤمن لهم الحياة استمرار الحياة فأنت قوام ما معنى قوام تقوم بتأمين المنزل وحمايته وحفظه وتأمين المصروف وتأمين المعيشة وتأمين الحماية لهذا البيت هذا هو بعض الناس فهم الرجال قوامون على النساء أنه يضربها ويهينها وهو يسيطر عليه هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية واضحة الله فضلك بالقوة لتحميها فضلك بالمال لتنفق عليها هذا هو معنى القوامة لذلك أنت أنت مسؤول أمام الله عن رعايتها وعاشرهن بالمعروف واجب عليك أن تعاشرها بالمعروف هذا واجب هذا أمر إلهي من الله يقول لك وعاشرهن بالمعروف كلما رأيت زوجتك كلما جلست معها تذكر هذه الآية وعاشرهن بالمعروف ولكن الزوجة أحيانا قد يصدر منها أشياء بحكم تكوينها لا ترضي الرجل يكرهها الرجل يكره سلوكا معينا ليس لأن هذا السلوك خطأ ولكن لأن هذه المرأة لها تفكير مختلف الله خلقها بشكل مختلف لذلك هنا ماذا قال لك القرآن قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن إذا صدر السلوك تكرهه هل قال اضربها لا هل قال اشتمها لا هل قال لك انهرها اغضب عليها لا 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 فإن كرهتموهن يعني كرهت منها هذه العادة هذا السلوك هذا التصرف فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أخي الحبيب أنا أقول لك يجب على كل متزوج أن يحفظ هذه الآية قبل أن يتزوج هذه الآية هي قانون تضعها أمامك في بيتك اكتبها وتذكرها كل يوم فإن أولا وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن ما معنى كرهتموهن تكره فيها سلوك معين تصرف معين كلمة معينة عبارة معينة وقد تكون هذه العبارة طبيعية بالنسبة لها لأن الله صمم دماغها بهذه الطريقة كما قلت لك دماغ المرأة مصمم ليناسب أشياء غير الرجل مصمم ليناسب أعباء البيت والحمل والولادة والإرضاء والتربية وحماية البيت وحفاظ على الأولاد وكذا كذا ولكي أيضا لأن المرأة فيها خصائص السكون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله صممها بطريقة تستطيع أن تسكن إليها لذلك لا تعاملها كرجل هي إمرأة ويجب أن ترى أشياء تكرهها لا يجب لأن تصميمها يفهم خطأ أحيانا المرأة تحتاج لسنوات من المعاشرة حتى تفهم هذه الطبيعة بعض الأزواج يطلق ولم يفهم زوجته يطلقها ولا يفهمها للأسف أعطي نفسك فرصة أن هذه المرأة تخطئ وتظهر سلوكا تكرهه وتذكر هذه الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أنا قلت ذات مرة عبارة خيرا كثيرا ذكرت مرتين في القرآن فقط الخير الكثير لم يذكر إلا مرتين مرة مع النساء ومرة مع الحكمة قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا بالله عليكم أليس هذا إكرام للمرأة؟ يعني عندما تنفرد المرأة والحكمة ينفردان بالخير الكثير أليس هذا إكراما للمرأة؟ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَأَسَاءَ تَكْرَوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا كأن الله يريد أن يقول لك تمتع بهذه الحكمة لتأخذ الخير الكثير وإصبر على ما تكرهه من زوجتك لتحصل على الخير الكثير أيضا إذن أخي الحبيب هذه بعض واجبات الرجل تجاه زوجتي أنا بقناعة تكفي تكفي آية وحديث وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَاءَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا رقم واحد رقم اثنين الحديث استوصوا بالنساء خيرا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق